السلام عليكم جميعا كيف الحال اليوم ان شاء الله بس بنا نحكي عن تمرين ومسائل الموجودة في صفحة 60 واللي بتخص درس مساحة شبه المنحرف نتذكر مع بعض ايش هو شبه المنحرف هو عبارة عن شكل او مضلع رباعي فيه فقط ضلعان متقابلان متوازيان وسمينا كل ضلع فيهم بالقاعدة في عنا قاعدة سفلية قاعدة علوية قاعدة واحدة اين زي ما بدك تسميهم المهم في عنا قاعدتين والمسافة العمودية بيناتهم بسميها الارتفاع تمام واخدنا مبارح كيف نحسب مساحته من خلال القانون اللي بحكي نص مجموع القاعدتين ضرب الارتفاع ماشي الحال وحكينا بالوحدة هاي كلها ما بدنا نحل اي سؤال بدون ما نكتب القانون ونعوض فيه علشان الامورنا تكون سهلة وواضحة رح نشيك بس على الاسئلة بشكل عام ونشوف السؤال الصعب منه نحله هو سؤال واحد رح نحله مع بعض لانه كله سهل السؤال الاول قطعة ارض على شكل شبه منحرف اللي واضحة بالشكل يراد بيعها بسعر المتر المربع الواحد عشرين دينار احسب ثمنها هلا بيقولك انه المتر المربع الواحد حقه عشرين دينار طب مساحه كلها قديش حقها سهل وواضح جدا هلا عشان اول سؤال بس رح احكي اول اشي بنحسب مساحه قطعة الارتفاع ثم نضربها في سعر المتر المربع الواحد اللي هو العشرين دينار وزي ما انتو شايفين الجواب رح يكون 17500 انا رح اعطيكم الاجابات بس علشان لما تحلوا يكون عندكم الامكانية تعرفوا انتو عم بتحلوا بالطريق الصحيح ولا اذا انتو في اشي غلطانين فيه او ناسين عشان تكتشفوا اخطائكم اللي وحدكم قبل ما اصلحها السؤال الثاني شبه منحرف مساحته عطيني مساحته وطول احدى قاعدتيه احدى قاعدتيه عطيني اياها وارتفاعه 60 دي سيمتر ننتبه على هاي الشغلة دائما وبعيد وبكرر في كل درس دائما ننتبه على الوحدات انا هون عندي دي سيمتر مقارنة بمتر مربع ومتر فيفضل اني انا احول الدي سيمتر الى متر وزا ما احنا شايفين المطلوب هو طول قاعدة الاخرى طبعا لما نعود في القانون رح يبين انه بس عندنا القاعدة التاني هو المجهول الجواب رح يكون 18 متر طيب بس علشان اذكركم يا حلوين للمرة شايفي رقم كم ما تنسوا حبايبي هون في عندي متر هون في عندي دي سيمتر هون في عندي سانتي متر وهون في عندي ملي متر بين كل درجة والتانية عشرة لما انا بنزل درجة بضرب لما بطلع درجة بقسم بقسم على كم او بضرب في كم حسب على الدرجات انت بدك تحول من دي سيمتر الى متر بدك تطلع درجة واحدة فانت بدك تقسم على عشرة فالستين تقسيم عشرة رح تساوي ستة متر يلا هيني ساعدكم السؤال الثالث بركتما ارضيتها على شكل شبه منحرف طولة قاعدتيها عشرين متر اربع وعشرين متر ارتفاعها 12 متر يعني زي ما انتم شايفين اعطيني القاعدتين الارتفاع يعني سؤال مباشر جدا يرى الطابليت ارضيتها فاذا كان تكلف المتر المربع الواحد 6 دنانير فكم تبلغ تكلف الطابليتها نفس فكرة السؤال الاول الجواب خمسة عشر الف عفا الف وخمسمية واربع وتمانين دينار ننتقل للسؤال الرابع وهذا انا رح احله معاكم قال قتيبة ان مساحة شبه المنحرف ومتوازل اضلاع المشتركين في احدى قاعدتي شبه المنحرف ولهم الارتفاع نفسه متساويتا فهل تؤيد قوله ولماذا يعني باختصار بقولنا في واحد اسمه قتيبة قتيبة بقولنا انه في عندنا مساحة شبه منحرف ومتوازل اضلاع هدول مشتركين مع بعض في نفس القاعدة يعني لو نيجي نرسم هون بقولك انه في عندك شبه منحرف ومتوازل اضلاع مشتركين في نفس القاعدة بقولك مساحتهم متساوية يعني لمجرد انهم مشتركين في نفس القاعدة بقولك مساحتهم متساوية طبعا هون الجواب لا لماذا لان متوازل شبه المنحرف عفوا انتو عارفين انه في عندي قاعدة اصغر من قاعدة فاذا كان مشترك هو معاها في القاعدة الكبيرة ففي عندك التاني قاعدة اصغر فالمساحة لا اذا كان مشترك في القاعدة الصغيرة زي شكلنا في عندي قاعدة كبيرة فلذلك رح تكون المساحات مختلفة تمام فاذا لا يمكن انه يكون مساحة المتوازل اضلاع وشبه المنحرف متساويتان لمجرد انهم بشتركوا بنفس القاعدة خمسة لوحة جدارية على شكل شبه منحرف طولة قاعدتيها 8 امتار 6 امتار وارتفاعها 4 امتار طبعا انا بقرأ دايما زي ما حكينا ننتبه للوحدات امتار 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 اموري تمام في عندنا كل الامور اللي مطلوبة في القاعدة موجودة طول قاعدتين والارتفاع طب شو بدو يراد دهانها هاي اللوحة فاذا كانت العلبة الواحدة من الديهان تكفي لديهان 2 متر مربع فكم علبة الديهان نحتاج لديهان اللوحة الواحدة اي عفوا للوحة تعال فكير معي عندك لوحة كبيرة على شكل شبه منحرف بعد ما نوجد مسحتها بقولك انه كل علبة الديهان بتكفي لتنين متر مربع من هاللوحة اللي امجدنا مسحتها طب اللوحة كلها كم من علبة الديهان بدها؟ تمام؟ كل اثنين متر بدهم ايش؟ علبة دهان واحدة يلا وزع كل اثنين متر علبة كل اثنين متر مربع علبة كل اثنين متر مربع علبة يعني شو عم نعمل وانا حكيت كلمة غششتك هلا انت بهم نيح المهم الجواب رح يكون اربعة عشر علبة السؤال الاخير بيشبه السؤال اللي حلنا في الدرس الاول لوحة جدارية على شكل شبه منحرف طول قاعدته العلوية اربعة متر وارتفاعه ستة متر يعلوه مربع طول ضلعه مساوله طول قاعدته العلوية فاذا كانت مساحة اللوحة اثنين وخمسين متر مربع فاجد طول قاعدته السفلية قراءة اولية بنحكي عنها فهم للقصة بعدين بنيجي منحرف وقلنا في لوحة جدارية على شكل شبه منحرف اذا في عندي لوحة على شكل شبه منحرف القاعدة العلوية منه اربعة متر وارتفاعه ستة متر طيب شو رأيكم بنيجي نرسم هذا الحكي وبعدين نمشي معا خطو خطو اذا انا عندي لوحة جدارية على شكل شبه منحرف نرسم احنا شبه منحرف تقدير بقولك طول قاعدته العلوية اربعة متر وان القاعدة العلوية هاي هاللي فوق هاي بقولك طولها اربعة متر وارتفاعه ستة متر بقولك هذا ارتفاعه ستة متر طيب تمام نجي نكمل القراءة يعلوه مربع طول ضلعه مساوي لطول قاعدته العلوية يعني فوق اللوحة هاي او فوق مشبه المنحرف اللي عنا فيه مربع طول ضلعه مساوي مين القاعدة العلوية وانكي قاعدة العلوية هاي 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 بحنا رسمناها هلأ اه اذا القاعدة العلوية اربعة متر اذا ادياش اطوال المربع بدي يكون كل واحدة فيهم اربعة متر اربعة متر اربعة متر طيب تمام نرجع لسؤالنا بقولك فاذا كانت مساحة اللوحة اتنين وخمسين متر مربع فجد طول قاعدته السفلي بقولك اذا هذا كله يساوي نين وخمسين متر مربع طيب شو المطلوب المطلوب القاعدة السفلية لشبه المنحرف هي اللي سين مجهولة طيب تذكروا هذا السؤال لما حلناها ديك المرة على الدرس الماضي نفس الفكرة كانت تعالوا نحل هذا السؤال كمان بنفس الطريقة طيب نيجي من الرسمة هلا سوف تانا مجمي محتاج للكتاب نحكي مساحة اللوحة ايش تساوي؟ تساوي مساحة شبه المنحرف بس لا زائد مساحة المربع حلو طيب مساحة شبه المنحرف ايش هي؟ هي عبارة عن نص قص مجموع قاعدتين ضرب الارتفاع هدا مين؟ شبه المنحرف الزائد منزلها طيب شو مساحتك يا مربع؟ مساحة المربع احنا منحكي ازا المستطيل طول ضرب العرب طيب المربع طوله وعربه نفس الشي فهم نحكي ايش؟ اربعة ضرب اربعة او طول ضلع تربيع صح؟ طيب كتبنا القواعد اه عفتنا القوانين خلينا هلا نيجي نحوم بيجي نتطلع مساحة اللوحة معروفة اه معروفة ليه لانه بقول ان هاي كلها عبارة على اتنين وخمسين متر مربع فمحلها بكتب اتنين وخمسين متر مربع وانلي شاوب تنزل النص تنزل القوس بينفتح مجموع القاعدتين قديش القاعدتين؟ بقولك واحدة فيهم اربعة والتانية اه هي المطلوبة اذا واحدة اربعة والتانية سين ضل اشي هون؟ لا بسكر القوس تمام؟ ضرب الارتفاع بعرفه اه هيو بعرفه ستة متر بعوضه زادة بتنزل طول الضلع في المربع بعرفه اه بدي اربعة تربيع او اربعة ضرب اربعة فيه اشي مجهول فيه اشي صعب عليه لا اه ما فيه ولا اشي شفتوا كيف ما احلى احنا نيجي نعود في القوانين القوانين كتير بتسهل علينا الامور وبتخفف علينا خطوات الحل طيب هون انا يعني افترض فيه اني ما اكمل حل بس انا حابة اه اه اوريكم شغلة انا خايفة تكونوا بتغلطوا فيها اللي هي النص هاي خلال الحل كيف بنتعامل معاها بس علشان تكون عارف هاي النص هي عبارة عن تقسيم تمام واحد على تنين فكيف بتتعامل معاها تعالوا نشوف مع بعض كيف بنتعامل معاها احنا هلا خلينا نجمع ارقام مع بعض اتنين وخمسين بتنزل يساوي بتنزل النص بتنزل والاربعة زائد سين بينزل اقواس الضرب الستة بينزل خلينا هلا نعمل خطوة واحدة اربعة ضرب اربعة ستة عش صحيح؟ طيب هلا انا دائما بس اشان نكون عارفين شغلة مهمة لما يكون في عندي انا جمع ما بيصير انا اروح اقسم اشي من الحد الاول يعني هذا بعتبره كله هيك حد الاول وهذا الحد التاني ليش؟ لانه شو اللي عطل علي؟ اللي عطل علي هو الجمع تمام؟ فهون انا النص هاي عبارة عن قسمي صح؟ هاي النص مقسومة فقط على مين؟ على الحد اللي هي فيه ما بروح انا بلعب في الحد التاني ماشي الحال؟ بمعنى انا هاي النص بدي اخلص منها انا مش عارف اسوي اشي فيها بروح انا بقسمها على اي اشي موجود هون هلا هون هذا القوس ما راح ادري اقسم فيه ليش؟ لانه عندي زائد وعندي سين فاسلم ايشي انا اقسم الستة على اتنين صح ولا لا؟ فبنزل انا اتنين وخمسين واليشاوي هلا ستة تقسيم تنين كم؟ تلاتة فانا بتتذكر بصف الخامس لما كنا ناخد اختصارات بقسم على اتنين اتنين تقسيم اتنين واحد واحد على واحد يعني هذا كله راح وستة تقسيم اتنين اللي هي تلاتة بينزل عندي مين؟ هلا القوس اربعة زائد سين تمام ضرب تلاتة زائد ستاش ماشي الحال؟ هلا هيك صار وكأنه عندي معادلة خليني برضو بس انا اوريكم انه في عندي حدين حد اول وحد تاني بيناتهم جمع بالمعادلة انا شو بسوي؟ هلا خلينا منخلص من مين؟ اول اشي منخلص من الجمع فعكسه طريح فناقص ستاش ناقص ستاش على الطرفين هون ما صار عندي اشي هون اتنين وخمسين ناقص ستاش اتنين ناقص ستة لا يجوز بنا نسلة بده تصير اتناعش والخمسة بده تصير اربعة اتناعش ناقص ستة ستة اربعة ناقص واحد تلاتة ستة وتلاتين تساوي اربعة زائد سين ضرب تلاتة وهذا كله راح هلا هون صار عندي برضو معادلة تانية حلوة امورة فيها جمع فيها ضرب من اخلاص هلا خلينا الاقواس مع بعض ما بلعب فيهم هلا خلينا نخلص من التلاتة عن طريق القسمة يعني مالش اضلش معي وسع فانه هون بنقسم على تلات تمام نيجي نعمل سهم هلا ستة وتلاتين تقسيم تلات تلاتة تقسيم تلات واحد ستة تقسيم تلات تنين هاي الطرف الاول يساوي بتنزل وهدول طبعا راحوا مع بعض بيضل عندي اربعة زائد سين زي ما انتو شايفين في عندي معادلة كتير سهلة ما فيها اي اشي بضل عندي فقط الاربعة اخلص منها بخلص منها من خلال الطرح بطرح اربعة من الطرفين فسين ايش تساوي تساوي تمانية فجواب هذا السؤال تمانية ايش هي سين حكينا هي القاعدة الثانية فالجواب للسؤال الثالث رح يكون تمانية طيب ام انا بس بدي اياكم تضلكم تتدربوا على هاي النص وانا حبت احكي لكم انه يعني هي مش موضوع درسنا بس للي ناسي كيف منحسب احنا النص هي عبارة عن تقسيم تنين فانا اذا كانت معادلة مثلا يعني يكون عندي تقسيم تنين كيف كنا نخلص منها بضرب تنين على الطرفين اذا كانت زي هلأ بس انه مجرد حسبة فانا هاي حسبة التقسيم بقسم اشي من الحد اللي هي فيه مش مع الجامعة والطارح لا مع الامور اللي هي مضروبة فيها او مقسومة عليها تمام؟ هلأ هذا الحكي كله بعد اذنكم ينحل على الدفاتر السؤال السادس حلناها مع هيك بديها ينحلها الدفتر وما تتأخروا علي بحل الواجبات بعد اذنكم يومي تكونوا متابعين للواجبات جميعا وتبعتولي اياها اول ما تخلصوها للتصحيح ويعطيكم الف عافية ترجمة نانسي قنقر